الضربات العسكرية الموجعة التي تتلقاها إيران وانتكاسة نفوذ خامنئي في المنطقة أبرز ما تحدثت عنه الصحف الغربية لا سيما الأمريكية وصفة المشهد الحالي في منطقة الشرق الأوسط صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية استعرضت في تقرير لها التراجع الكبير للنفوذ الإيراني في العراق ولبنان في ظل انشغال النظام في ظهران بالعقوبات الأمريكية وجائحة كورونا التقرير أشار إلى أن طهران تلقى ضربة أخرى بالتزامن مع التفجير المروع في مرفأ بيروت وما تلاه من تحميل المسؤولية لحزب الله نظرا لسيطرة الأخير على العنبر 12 في المرفأ الأمر الذي فاقم غضب شعوب المنطقة الناقمة أصلا من جراء سياسات النظام التخريبية في عدة دول عربية الصحيفة عرجت كذلك على تصريحات محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني سابق الذي وجه انتقادات لسياسات النظام الإيراني وقال إن الشارع العربي يعد إيران العدو الأول لها وعلى صعيد آخر فإن إيران باتت تعاني الأمرين بسبب وصول اقتصادها إلى حافة الانهيار بعد توقيع ترامب العقوبات عليها وتاليا بوصول جائحة كورونا إلى أراضيها واجتياحها المدن الإيرانية حتى باتت مركز تفشي الوباء في الشرق الأوسط ثيقة الإيرانيين بزعمائهم تراجعت كثيرا بعد الحملات الأمنية الدامية ضد الاحتجاجات التي انطلقت أواخر العام الماضي بسبب فساد الطبقة الحاكمة يرافقه تأخر إعلان البلاد مسؤولية الحرس الثوري عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا في كانون الأول الماضي وعلى الصعيد العسكري فإن طهران فشلت في الرد على الضربات الموجعة التي تلقتها الميليشيات الموالية لها في سوريا والعراق أو حتى على الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني في بغداد باستثناء هجمات وصفت بالرمزية على المصالح الأمريكية في مناطق متفرقة أما على الصعيد الدولي فإن إيران تتجه إلى مزيد من العزلة بعد إدانة المجتمع الدولي ما يقوم به الحرس الثوري من تدخل في شؤون الدول المجاورة وتهديد أمنها القومي ومسؤوليته عن الكثير من عمليات غسيل الأموال وعمليات التهريب المختلفة